كيف ينظر إلى هذه الصليات الصاروخية والبنيانات التي يتحدث عنها حزب الله توسيع دائرة الاستهداف وقبل قليل كان هناك عدة استهدافات قال منها لمنارة برينيت وأيضا غيرها من المناطق لكنه يتحدث عن صواريخ نوعية ما هي هذه الصواريخ؟ حتى الآن المقاومة أظهرت منذ بداية العملية العسكرية حتى الآن أظهرت مقاومة صواريخ فادي 1-2 و 3 وقادر 1-2 ونصر 1-2 إذا بنا نحكي فقط على قادر 2 وقادر 1 ونصر 1-2 هذه صواريخ دقيقة نسبة الخطأ فيها 5 أمتار 5 أمتار يعني أصاب الهدف خاصة أن الرؤوس المتفجرة التي فيها تحوي أكثر من 140 بينهم من 140 إلى 250 كيلو جرام من المتفجرات يعني إذا أصابت على بعد 5 أمتار من الهدف يعتبر تدمر هذا الهدف هذا هو المقصود بأسلحة نوعية أو بصواريخ نوعية بدأت كمان دقيقة ويمكن توجيهها خلال المسير يعني ليست فقط عندما تطلق انتهى الموضوع تتحكم بها كمان المقاومة أثناء المسير لذلك إذا لاحظنا إسرائيل فترة الأخيرة عطلت نظام جي بي أس في المنطقة لأن هذه الصواريخ وبعض الطائرات تعتقد إسرائيل أنها تستعمل نظام جي بي أس ولكن فشلت إسرائيل في التصدي لهذه الصواريخ ما حصل اليوم والبارحة ومنذ ثلاثة أيام هو تطبيقا لمقاله نائب الأمين العاملي حزب الله أننا بدأنا مرحلة جديدة وبدأنا بالإيلام يعني عندما تقصف المقاومة مركز المخابرات الوحدة 8200 بصليت صواريخ من هذه الصواريخ الدقيقة سوف نعتبر أنها أصابت الهدف وإسرائيل لديها تعتيم إعلامي خاصة في المراكز العسكرية هذا الفرق بيننا وبين إسرائيل بالنسبة للإعلام عندما تركز المقاومة على الأهداف العسكرية لا يمكن أن نحصل على صور لأن إسرائيل هناك تعتيم إعلامي عليها عندما تأتي الصواريخ في أحياء سكنية الصور تنتشر بواسطة السكان والمواطنين الإسرائيلي هل تتوقع سيادة العميد بأن يتوسع هذا المدى؟ ذكرت بأنه ممكن أن يكون دائرة الاستهدافات أو ما قاله الشيخ نعيم قاسم الإيلام ممكن أن يكون أكبر أبعد؟ يعني عندما نصل إلى منزل مقر إقامة نتنيا رئيس وزراء إسرائيل لأول مرة في تاريخ هذا الكيان منذ سنة 48 حتى اليوم يتعرض رئيس وزراء هذا الكيان لمحاولة اغتياجها هناك توتر كبير في إسرائيل اليوم صرح الأعلام الإسرائيلي أن لو كان نتنياهو في المنزل لقتل اليوم الأعلام الإسرائيلي صرح هذا التصريح بعدين لاحظ برجع بعيدة أنا ألتع على هذه القناة الطائرة المسيرة التي أصابت المنزل أصابت واجهة زجاجية ومحجوبة بأشجار يعني هذه الطائرة تعرف وجهت لمكان محدد في هذا المنزل وليس إلى البقعة يعني هي ليست رسالة هي محاولة اغتياجها الفعلية عندما تصل المقاومة إلى هذا الحد يعني خلص ما بقى في مكان آمن في كل إسرائيل وهذه ضربة للمجتمع الإسرائيلي عندما يرى رئيس وزراءه معرض للخطر ومحاولة اغتياجها لرئيس وزراءه فإذا لم يعد هناك أي شخص في إسرائيل أن يكون بأمان ولم يعد هناك أي مكان آمن في إسرائيل طيب يسأل سائل موضوع سيادة العميد بأن يعني عندما يتم الحديث عن رشقات صاروخية عن صليات صاروخية في البعض وخاصة موضوع القبة الحديدية تستطيع الوصول إلى أكثر من صواريخ اعتراضية في السماء عدد هذه الصواريخ يعني عندما يتم الحديث عن ثمانية صواريخ أو عشرة صواريخ ما الذي يختلف ولماذا تكون فعلا هناك صليات صاروخية بهذا العدد تأكد أن هناك قبلة إطلاق هذه الصواريخ الدقيقة عم تحكي عنها الصواريخ الدقيقة ثمانية أو عشرة أو سبعة تكونوا به العدد هذا بس يكون قبلة في صواريخ وفي طائرات مسيرة إشغالية لإشغال نظام الدفاع الجو الإسرائيلي لإلهائه بها من بعدها تطلق هذه الصواريخ وتأكد وأسرائيل تقول أنها في بعض الصواريخ تصل لأن القبة الحددية أظهرت أنها ليست فعالة بشكل كافي لكي تتصدى للصواريخ تأكيد على ذلك هناك مشاهد تقول أن بعض الصواريخ وصلت إلى أهداف شكرا جزيلا لك الخبير العسكر والاستراتيجي العميد مونير شحدي شكرا جزيلا لك